السلام عليكم و مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله سوف نشارك معاكم طريقتي في الاحتفاظ بالفلفلة او الفلفل نحتاجها الصراحة بزاف في الحشوات دينا او في المملاحات في البيتزا فلذلك قلت نشارك معاكم طريقتي كيفاش كنحتافظ بها وحتى الطريقة ديال تقطع لان من حشوة او من وصفة الوصفة كتكون طريقة مختلفة وكتكون على حسب فاش غادي نستعملوها كما تلاحظوا معايا هنا عندي كمية ديال الفلفلة الحمراء والخضراء اللي غسلتها مزيان وفرشت لها واحد المنديل وخليتها تقطر ومن بيد واللي تمسحتها كل واحدة مسحتها بوحدتها باش غادي ندوز ان شاء الله نقطعوها بالنسبة لتقطع كي يختلف كما قلت لكم على حسب فاش غادي نستعملوها مثلا انا غادي نحتاجها في البيتزا كنقطحها بهات الشكل هذا كنقطحها كدائرية كنخليها وكنحصف بيها باش مني كان بغي ندوز البيتزا كنلقها واجدة إلا بقت في الفلفلة زايد في تلاجة كتبقا 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 حتى تلقاوها الوات ودبالس فمن الاحسن نتكون مازالة جديدة نصلوها نقطعوها على حسب الحاجة ديالنا ونحصفضو بيها ودائما الحاجة مني كانت تكون واجدة كتسهل علينا حتى الخدمة مني كان بغيوه مثلا عندي روشي حاجة ما كان عقزوش عليها هادي قطعتها على حسب البيتزا خليتها على جنب دابا غادي نقطع شكل اخر بشكل طولي حتى هي منقدروا نحتاجوها ان شاء الله في وصفات اخرين دابا نشاركم معاكم هادي قطعتها بشكل طولي بشكل طولي باش نحتاجوهم ان شاء الله في وصفة لقوهم واجدين مثلا فليبات او اي حاجة تقدروا تدخلو الفلفلة واذا كانت عندكم احدا قطعتك الفلفلة الصفرح تايي قد جزوينة وبالنسبة للفلفلة الحمراء بدون اتماشا مع الوصفات لمالحين قطعها بشكل اخر بشكل اخر دائما نزول الزريعه كما قلت لكم مني كتكون عفوال الحاجة واجدة كتسهل علينا ما كنعجزوش عاد نديره شي مرات كتبغي تدير شي حاجة كتطح لك في البال وكتقول لا ما عنديش هادي ما عنديش هادي فمن الاحسن دائما ننظمو المطبخ ديالكم باش كتتعرفو حتى شنو بغين تديرو شنو بغين توجدو بالنسبة لهذه غدي نقطحها رقيقة مكعبات نقدر نديروها هكا في برايواز او اللف بسيطلات مالحين او اللف مسيمنات معمرين او اي حاجة اللي غدي نقدرو ندخلوها في الحشوة ديالها هادي هي اللي كان حساجوها بكيميا اكثر غدي نحاول درجوش حباس وغدي نخليهم على جنب حسن ما تبقى غيف تلاجة ما اكدع لان مني كان الحاجة قتبقى غيقالسة صافي كتدبال وكتلوها ماشي بحال نستعملوها الحاجة اللي غدي نلقوها لها نبار نقطع هكا مكعبات كيف ما كتلاحظو اللي نقدرو ندخلوهم مثلا في شي وصفة او اللي نقدرو نبغين نديرو شوة بحال هكا قطعبات ديال الاداند او اللي المشاوي كيف ما كانو نديرو ذك وحده خضره وحده صفره مع البصله او اللي وحده حمره وحده خضره و البصله وكنديروها ما بين الحم حتى هي كتجي زوينه ولديده مهم انتوما ما غديش نحتاج نقول ليكم راكم عارفين كل وحده صبرك الله ما شاء الله عليها وحده او كل وحده ونظام ديالها في المطبخ ديالها وتاويلها في المطبخ ديالها ولكن دائما هكا تكونوا موجدي الحاجة كتسهل عليكم الخدمه انا ديما كنوجد بحال هكا يكون عندي القصبور المعدنوس التومة الفلفلة اي حاجة اللي تقدر تكون بكمية كثيرة وغاد نحساجها ما كنخليها شغي غالسة هكا كفة اللاجح نبغيها عد نجبدها نفس الشي غادي ندري الفلفلة خضراء بحال اللي درت للولين صافي وغاد نشاء نوريكم ها هو الشكل اه نهائي كيف ما كتلاحظو من بعد ما قطعت كل شي الحمرين الفلفلة الحمراء قطعتها على 4 شكل والفلفلة الخضراء قطعتها على 4 شكل كثرت من هاد الحجم الصغير كثرت من هاد الحجم الصغير كثرت من اولي كنحتاجوه بنسبة البيتزا خليتهم ضايرين ودك شكي اللي طويل بحس هو وشكي اللي كي يجي مرحبا ربع نفس الشي هاد طريقة هادي رها عملية وساهلة تحفظو بها في المجميد مدة اطول فوقاش مما حتاجيتوها او اللي بغيتوها كتجبدو القياس اللي بغيتو كيف ما قلت لكم حسن ما تبقى غي غالسة في تلاجة كتلوها ولا كدبال لانا اه شي مرات انا قلت لكم كنحتاجو شي حاجة والله ما كنلقاوها كنبغيو كتكوني عددري شي وصفة كتضقي خارجة على حاجة وحدة مثلا فلفلة ناقصك او لا حباح المهم باش ما نطول عليكم من بعد ما كملت تقطع دي الفلافيل دي ولي هكا غادي نجوز ان شاء الله باش نوريكم الطريقة لحتفاظ بيهم انا كيفاش كنحصافظ بيهم في المجميد وكي يبقى وليا غادي ناخد هادي اللي ساكد الكونجلاسون هاي fica هذ وهذه الفلي وحواهي cal ves دي او بلاستيكات كيفما كنحوم اللي كاتتسدو أو العاديين بحال هادو صافة وغادي ندير كل كل شكل أو كل فورما غادي نديرها في الساكة 50 ع شا صوصอ ضحوه اللي فريو واد ام دامهم جدا فريو وايد نضيف الفلفل الحمراء نضيف الفلفل الحمراء نضيف الفلفل الحمراء نضيف الفلفل الحمراء نضيف الفلحة نضيف الفلفل الحمراء نضيف الفلفل الحمراء المملاحات يحتاج الفلفلة والبصلة نجمحهم بجوج بهم لانه لا يوجد كمية كثيرة سوف ندرهم في نفس العلبة كما تلاحظوا عملية مهنية سوف ندخلهم المجمد كل حاجة في بلايستها يبقى باين كل حاجة نتمنى هذا الفيديو اعجابكم ويفيدكم شكرا لكم الى فيديو اخر ان شاء الله